كل شيء كبير في تكساس مرات بيعطونا عرض انه عنده طيارة دي يبدلها بدلها بشو؟ بدلها بسيارة وما نزلنا في ثاني اكبر ولاية في امريكا اللي هي تكساس التقينا في شاب عربي طبعا هذا الشاب هو شاب موهوب في عالم الموتورات واللي بحب دائما شغلته وصنعته اكيد بيبدع فيها عكس اللي بيشتغلها فقط للعمل عشان هيك راح تلاقوا وراي عالم من الموتورات الموجودة في هذا المكان خلينا ننطلق ونخدكم جولات مجنونة مع هذا الشخص يلا انا يحيى صبح من الاردن ايش في هيوستن تكساس الولاية المفضلة الي مجال شغلنا بالسيارات بجوز ما في كثير ديلرز زينا في نفس نظام شغلنا بنشتغل بوتس مارين مورو سايكلز اوف رود تراكس كل ايش في تواتو موتورات يعني انت متخصص متورات نعم يعني بتفوتو على محل ميكانيك مختص في الموتورات السيارات وبع السيارات تلاقوا عندو طيارة وهي طيارة حقيقية والزلمة بيطير فيها في الجو هاي الطيارة طيارة هوايات بطير ماكس فلايت لخمسة واربعين دقيقة هوايي مش للسافر في كثير زباين يسألوني اذا بتقدر تسافر فيها ولا هذي بس هوايي ازاي كنك طالع لفع على الدراجة او لفع بالسيارة انت معك رخص الطيران اخذت دورة في فلايت سكو بطير سينجل انجين ساسنا بتقدر تطورها لرخص تاني بامريكا بلد الفورس امكانك تشتري الطيارة عندي زباين بيجوني على المحل قرات بيعطونا عرض انه عندو طيارة دو يبدلها بدلها بشو بدلها بسيارة بطيارة تانية او بشيء ببلش اسعارهم من 30 الف واشي عادي في امريكا انك تمتلك طيارة شفتك وريتني هيك انك فيديوهات عم بتطير في الجو وعم تعمل حركات بهلوانية بالطيارة هادي اسمها وينغ واك في ولاية واشنطن سياتل هي الاكاديمي الوحيدة الموجودة بامريكا بتسوي هاي الشغلة الوينغ واك بنصح كل عندهم قلب ميت يجربوها في البلاد هاي كنت قادر تسويها ولا فقط في امريكا والله في البلاد كان عنا شوية معاناة بموضوع الطيران والارسي والموضوع حاد كان عندي دايما مشاكل باستيرادهم انت عارف الظروف الامنية بالبلاد اصعب من امريكا امريكا بلاد مفتوحة امريكا ام الفرص هاي لو بالبلاد انا عندي اياها راح راح اروح السجن النقطة المحددة لما تكون هاوي زي اللي بطبخ اما تطبخ لك شغلة وتكون نفسك طيبة فيها راح تطلع لك لزاكية اي شيء مميز له انه قديم بحاول اني اصالحه وابيعه واغبطه لانه بيكون فيه الفايدة بالسعر لانه ما الو بالماركت موضوع التعديلات بشتغل في عقلي اكتر من ايدي باعطي الايديا للموظفين اللي عندي بتابع بشرف عليهم واذا اضطريت اني اساعد بكون موجود دايما شو ممكن التعديلات اللي تعملها اي سيارة ام نرفعها منحط اكسسوريز للوف رود الرفع اللي هو الليفت كيت بقولوله تعديل السيارات ما الو ليمت في سيارات حقها خمسين الف بتخط عليها مئة الف تعديل في سيارات حقها عشر تلاف بيكون عليها بخمسين الف تعديل منشتغل بالارفي برضو كهواية عشت بالارفي حوالي ثاني ونص كانت كثير تجربة رائعة كانت بالنسبة لي اني عيش بالارفي تعلمت عليهم كثير شغلات من خلال ما عشتي فيهم اني اصلح وم اصلح كل شيء لحالي لانه هون بامريكا اللي برغالي هذا كان يخرب عندي شيء كنت انا اضطر اني اصلحه اطلب قطعه واصلحه في ايدي فبرضو حولتها لشغل شاف عندك سيارات اف رود هون ما شاء الله اشي خرافي وضخم كل شيء كبير في تكسس من شوارعها لمحلاتها لسياراتها لكل شيء كمان شايفين القوارب هذا يعني شايفه قارب مختلف نوعا ما بتحسه زي قارب سبورت هو موديله قديم شوي ولكن معمول له تعديل كامل عليه متور V8 بقولوله في امريكا بيك بلوك عليه هيدرز حجمه صغير سريع جدا هذا من القوارب المجنونة جدا القوارب العادية بتمشي 40 ولكن هذا بمشي 80 اللي هو تقريبا نضرب اثنين بقول لي حب اسمعك صوته بخير الناس مع صوته يلا اذا ما بتسمع موسيقى القوة ما في ادرنالين هدول كلهم للبيع منصلحهم ومنبيعهم برضو بجربهم في الماء منطلع فيهم منشوف شو وضعهم شو امورهم نحنطلعك بكرا في واحد من اكتر القوارب من المشهورين خصوصا في تكسس هذا 29 باها عليه 2 انجينز 454 17 سيلندر بحكي لي انه البيت عنده غريب عجيب واصار علي انه يصور هناك بس مش فهمش القصه فخلينا نكتشف الموضوع هناك يلا بيت يحيى هون شوفوا ما شاء الله ما شاء الله اهلا و جاء الله شوفوا ما اجمل القعدات نقول بسم الله ما شاء الله ما شاء الله هاي ماي بيبي هادي زي 51 2016 هاد بسموه مخزنك الخاص الشغف الحب كله موجود فيه صح؟ صح؟ ها شايفين هاي السيارات ما شاء الله تبارك الله شوفوا ما شاء الله هاي السيارة الفورد هاي كم ماتورها هادي ديسل 6.7 سيارتي الشخصية بسحب فيها القوارب اغلب شغلية بيكون عليها هاي بيقولولها مروحة بتحطها ظهرك معها السيتها معها فاراشوت تطيروا فيها بهيوستن هون في منطقة اسمها نيوبورت شوفوا كيف حب الماتورات والشغف والهواية شو بتعمل يعني بتخليك تفتح دايما ماكن خاصة في البيت او غرفة سرية بتحط فيها كل شغفك وحبك في مكان واحد يعني محله كثير مميز وبيته كثير مميز وكله عبارة عن ماتورات فيحنا اليوم مع رجل الماتورات الاول في تيكسس امر اتذكر ايام زمناته في مجمع الزرقه هو بيلعب باليال ده على اليرا كانت الطاول يوصلوا مننا على اليرا وحط البسكاليتات في البيت ما شاء الله بده ما تنحط لوحة فنية لمنطقة لاشي كله درجات متورات اي اشي هادي SL 65 عليها محرك 12 سيلندر ساعة المحرك 6.0 تون تيربو سيارة مميزة جدا توقف وتصنيعها تصنيع محركات البيتولد الموديل الجديد منها V8 بعد سرعة الميت مايل بتحس بقوة الماتور البيتولد موسيقى صباح الخير يا جماعة اليوم منطلقين على رحلة الفطور البحري مع يحيا وعمر فانتظرونا الشباب هون اللي بيجوا ع امريكا واللي بحبين يجوا دائما الناس تسأل شو اسرار النجاح في امريكا وعن اول شي كن مع الله ولا تبادي ثاني شي صبرتك وصبرك الصبر مفتاح كل شيء مهما فشلت حاطت هدف قدامك وراي علي كل طريق وعر نهايته حلوة الأهم شي في امريكا يكون قلب الواحد قوي يحاول في ناس حاط في باله خلص بس بده يضل يشتغل عند الناس وتحاول تدف شو نو يسوي اي شي ما بده هيك طبيعته يخاف يخسر لي معاه يخاف يسوي اي شي ما ثم وصار ضلك مكمل لا تدفع عجارك لا تدفع موظفين يبقى تكمل بكل النواعي لازم الواحد يكون ثقته بالله كبيرة وأهم شي أهم شي أهم شي أنه يكون حاطة هدف في رأسه هذه الماكينة تسحب القوارب يعني تحذح القارب زي جاك ودركب عليها القارب وستحرقه مكينة صغيرة تسحب قارب كبير ما شاء الله زي ما انت ترجع شوفوا الناس تصحى الفجر تسوي مغامراتها شغلات اللي بتحبها البحر مع البحر والقوارب موسيقى 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 طبعا شوفوا نزلنا القارب على الماء وننطلق جولتنا هذه البحيرة مرتبطة في خليج المكسيك موسيقى 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 هاي في منطقة كيمة كلير ليك هذا الكلير ليك متصر بالغولف مكسيكو موسيقى هاي القوارب زي ما بيحكوا امريكا موسيقى سوكتوسه لي اخوان زي ما شايفينه شايفين هون مليون عدات يعني انا مش فاهم لا شو كل هدول وليش بفيدو قارب هادا عليه 2 انجن اوكي 2 V8 انجن يعني 16 سلندر عندك هون العددات هدول لأول متور حرارته وعندك على اليمين العددات للمحرك اليمين ولي بالنص عداد السرعة العقدة البحرية وعندك لي بالنص تنك البنزين للمحركين هادا الجيرز هدول للمحركين يمين لشمال هدول للتروتل زي ما انت شايف انه هدلا شغال على محرك واحد تقدر تستخدم محرك او محركين بس اذا بدك تسرع او معك وزن لازم يكونوا المحركين شغالين طبعا هاي غرفة اللي هي داخل القارب زي ما انت شايفين هون مخزن بالاضافة للكراسي مشاالله انو شايفين ايش مرتب هاي كازية موجودة في المايا بتصف القارب بتعبي بنزين زي ما انت شايف عندهم مطاعم بتصف عندها بالبوت هاي مطاعم بتصف عندها بالبوت لالبوت بربطولك لها بتنزل تتغدى وبطلق طالع هاي منطقة مبنية جديدة للحاوسز الباكيارد على الليك واسعار البيوت هون تبدأ من 800 الف لمليون ونص حجمه وين موقعه فعنا السرعة متعة جوا البحر وإلها نكه خاصة امر من السرعة طار ونظاراته هدو قديش؟ سبعة ولا تنسوا تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب وكبسة الجوي لا تنسوا تكبسوا عليها وتدعموا القناة ماديا أساس نستمر في المحتوى ونصور لكم محتوى كثير غني في قادم الأيام وشو منحكي يا شباب؟ سلام